أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثاني والتجاري أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الرياضة المالية وبرنامج في بيتنا مدرسة اليوم هنتكلم عن أول موضوع من موضوعات الفصل الدراسي الثاني وهو موضوع خصم الديون يعني إيه خصم دين؟ خصم دين معناه سداد الدين قبل ميعاد استحقاقه يعني دين بيستحق بعد فترة معينة أنا بطلب من المدين بقوله لو سمحت أنا بمر بضائقة مالية لو سمحت سددلي الدين دلوقتي عشان يسددلي الدين دلوقتي مش بيديني الدين كامل لابد إن أنا أعمله خصم يعني بخصم جزء من الخيمة الإسمية اللي عليه وطبعا بيسددلي قيمة أقل الخصم اللي أنا بخصمه ده بسميه الخصم التجاري بسميه الخصم الايه؟ التجاري يبقى احنا اتفقنا قلنا خصم دين معناه هو سداد دين قبل موعد استحقاقه يعني إيه خصم تجاري؟ الخصم تجاري هي هو فائدة بتخصم من القيمة الإسمية للدين مقابل سداده قبل موعد استحقاقه والخصم ده هو يا جماعة دائماً اللي هو الخصم التجاري دائماً بيحسب على أساس القيمة الإسمية بيحسب على أساس القيمة الإيه؟ الإسمية عشان أحسب الخصم التجاري يا جماعة لابد من توافر ثلاث عوامل كم عامل؟ ثلاث عوامل لابد من توافر القيمة الاسمية للدين لابد من توافر المعدل اللي هو معدل الخصم طبعاً القيمة الاسمية بنرمضها بالرمز السين المعدل بنرمظله بالرمز عين المدة زي ما اخدنا في الفصل الدراسي الأول المدة بالسنوات بنرمزها بالرمز نون لو المدة بالشهور برمز لها بالرمز شين لو المدة بالأيام برمز لها بالرمز يه الخصم التجاري برمزه بالرمز صاد وما باجي أحسب الخصم التجاري عشان كده بنقول هو فائدة باستخدم نفس قانون الفايدة اللي احنا كنا بنستخدمه في الفصل الدراسي الأول لما باجي أحسب الخصم بضرب الثلاث عوامل اللي احنا اتفقنا مع بعض عليهم اللي هو القيمة الإسمية والمعدل والمدة بضربهم في بعض يعني الخصم بيساوي القيمة الإسمية في المعدل اللي هو معدل الخصم في المدة يبقى احنا لما نروح على الشاشة عندنا نلاقي ان خصم الديون او خصم الدين بيعني سداد الدين قبل موعد استحقاقه الخصم التجاري هو فائدة تخصب من القيمة الإسمية للدين مقابل سداده قبل موعد استحقاقه ودائما الخصم التجاري بيحسب على أساس القيمة الإسمية عوامل الخصم قلنا عوامل الخصم ثلاث عوامل القيمة الإسمية برمز لها بالرمز سين المعدل برمز له بالرمز عين المدة بالسنوات برمز لها بالرمز نون المدة بالشهور برمز لها بالرمز شين المدة بالأيام بالرمز يه الخانون العام للخصم قلنا الخصم التجاري بحسبه كيف بضرب القيمة الإسمية في المعدل في المدة يعني صاد بالسويسين في عين في نون ده لو كانت المدة بالايه بالسنوات عايزين نروح نشوف مثال ونشوف ازاي بنحسب الخصم وازاي بنحسب الخيمة الحالي المثال اللي معايا بيقول ايه دين قيمته الاسمية خمس تلاف جنيه يبقى الخيمة الاسمية للدين خمس تلاف جنيه خصمة قبل موعد استحقاقه بكم يا جماعة بشهرين اتنين يبقى أنا عندي مدة الخصم شهرين اتنين بمعدل 12% سنويا يبقى معدل الخصم 12% سنويا احسب مقدار الخصم التجاري يبقى مطلوب من الخصم ومطلوب من القيمة الايه الحالي تعالوا نلخص المسألة مع بعض دين قيمته الاسمية احنا اتفقنا ان القيمة الاسمية برمز لها بالرمز سين القيمة الاسمية عندي كام القيمة الاسمية عندي خمس تلاف جنيه خصمة قبل موعد استحقاقه بشهرين المدة عندي بالشهور شين واتفقنا يا جماعة ان المدة ده هي بسميها مدة الخصم شين عندي اتنين شهر بمعدل اتناشر في المية سنويا يبقى معدل الخصم عندي اتناشر في المية سنويا ايه المطلوب مني بيقولي من فضلك احسب مقدار الخصم وقلنا الخصم بنرمز له بالرمز ساد واحسب القيمة الحالية القيمة الحالية برمز لها بالرمز ح يبقى عندي يا جماعة لما جينا نلخص المسألة لقينا مديني خيمة اسمية مديني مدة خصم شهرين اتنين مديني معدل خصم اتناشر في المية سنويا ومطلوب مني احسب الخصم التجاري اللي هو رمز صاد ومطلوب مني احسب الخيمة الحالية اللي هي رمزها ح لو احنا طبعا احنا اكيد فاكرين قانون الفايدة اللي احنا درسناه لفاص الدراسي الاول هناك كنا بنقول فيه بتساوي الف عين في شين لان المدة بالشهور الف عين على مية في شين على اتناشر هو نفس القانون بس هنبدل رمزين هناك بدل ما كنا بنقول بدل ما كنا بنقول فيه هنا هنقول صاد لان انا ما بحسبش فايدة انا بحسب خصم هناك كنا بنقول الف في عين لا أنا هنا بدل الآلف بقول سين اللي هي القيمة الاسمية في عين اللي هو المعدل وعشان المعدل نسبة مقاوية اتفقنا ان احنا دايما بنقسم على 100 في شين المدة عندي بالشهور شين ومن الفصل الدراسي الاول واحنا عارفين ان احنا في حالة الشهور بنقسم على كام بنقسم على 12 كتبت قانون الخصم بتاعي كتبت قانون الخصم بتاعي هروح اعوض فيه ايه المطلوب مني في الخانون داي جماعة هل مطلوب سين ولا عين ولا شين لا دا مطلوب مني صاد يبقى انا هنزل بصاد زي ما هي وهعوض في كل الرموز هعوض في سين وعوض في عين وعوض في شين سين عندي بكم فوق يا جماعة سين عندي بخمس تلاف يبقى دي خمسة آلاف جنيه في المعدل عندي كام المعدل عندي 12 عالمية في المدة عندي بالشهور كام اتنين على كام على اتناشر هروح بالقالة الحزبة الجميلة هضرب خمس تلاف في اتناشر في اتنين على الف ومتين هلاقي الخصم ثلع معايا بميت جنيه يبقى انا يا جماعة عشان طلبت من الراجل يدفع لي قيمة الدين اللي عليه او الدين اللي عليه قبل موعد استحقاقه بشهرين لازم اخسم له كام من الدين اللي عليه لازم اخسم له ميت جنيه يبقى انا مش اخد خمس تلاف هنقص منهم كام مية يبقى اللي هاخده كام منه يا جماعة اللي هاخده كام ده او الباقي اللي هاخده بقول عليه القيمة الحالية القيمة الحالية القيمة الحالية بنرمز لها بالرمزة وحاة دي بتساوي ايه يا جماعة القيمة الاسمية للدين ناقص الخصم اللي انا خصمته من الراجل هروح اعود في القانون بتاعي احنا قلنا حا بتساوي سين ناقص صاد يبقى هنزل اقول حا بتساوي سين عندي بخمس تلاف جنيه ناقص الخصم اللي انا هخصمه منه اللي هو المية يبقى ازا هتساوي اربعة تلاف وتسعمية جنيه خلاص كده يبقى انا يا جماعة المسألة اللي معايا كانت عبارة عن ايه كان مديني قيمة اسمية بخمس تلاف جنيه وكان مديني مدة خصم ده شهرين وكان مديني معدل خصم اتناشر في المية وطالب مني احسب الخصم واحسب القيمة الايه الحالية روحنا عوضنا في قانون الخصم اللي هو اصاد بتساوي سين في عين على مية في شين على اتناشر لان المدة بالشهور عوضنا في القانون بتاعنا طلعنا الخصم طلع معانا مية جنيه رحت عوضت في قانون القيمة الحالية وان القيمة الحالية برمز لها بالرمزة حه حه بالساوي سين لقصات يعني خمس تلاف نقص مية يبقى الراجل مش هيستلم خمس تلاف جنيه قيمة الدين ده هو هيستلم اربعة تلاف وتسعمية جنيه خلينا نروح على المثال التاني ونشوف المثال التاني بيقول ايه وازاي هنحلوه المثال التاني بيقولي دين قيمته الاسمية خمس تلاف جنيه يبقى اذا القيمة الاسمية للدين خمس تلاف جنيه خصم قبل موعد استحقاقه بشهرين يبقى عندي شين اتنين شهر المعدل عندي اتناشر في المية عين اتناشر في المية سنويا هي نفس ارقام من المسألة اللي فاتت يا جماعة بس عايزين يشوف ايه المطلوب اللي هنا ايه اللي احنا هنجيبه من نفس الارقام ديا قال لي احسب القيمة الحالية مباشرة للقيمة الاسمية دي لو الدين ده دون ايجاد الخصم هناك كنا بنقول صاد مطلوبة وحاة مطلوبة هنا مطلوب مني احسب حاة مطلوب مني احسب القيمة الايه الحالية هناك وحنا بنتعلم ايجاد الفايدة البسيطة والجملة لما كان بيطلب مني جملة كنت بروح احسب الفايدة وبعدين اجمعها على المبلغ عشان اطلع الجملة كنا بنوصل للجملة بخطوتين اتنين هنا كذلك الامر عشان اوصل للقيمة الحالية كنت لابد اروح احسب الخصم وبعدين اروح احسب القيمة الحالية احنا ناس دلوقتي بقينا فاهمين رياضة مالية كويس فنقدر نوصل للقيمة الحالية من غير ما نعدي على المكان بتاع الخصم او على قانون الايه الخصم يبا احنا دلوقتي معانا قانون هيوصلنا للقيمة الحالية والقانون اللي احنا هنستخدمه دلوقتي قانون مهم جدا لازم نكون عارفين وفاهمينه لان هنستخدمه بعد كده في موضوع اسمه تسويت الديون ايه هو القانون اللي هيوصلنا للقيمة الحالية من غير ما نعدي على قانون الخصم القانون بتاع القيمة الحالية بيقول لي ايه بيقول لي حه بتساوي سين افتح قوس القوس ده هو فيه ايه يا جماعة في حاجة اسمها يعني احنا هنطلع من قوس ده حاجة اسمها القيمة الحالية للجنيه الواحد وفكرة القانون ده ان انا اضرب القيمة الحالية للجنيه الواحد في القيمة الاسمية للخمس تلاف جنيه يديني القيمة الحالية للخمس تلاف جنيه طب ايه اللي داخل القوس ده اللي داخل القوس ده واحد ناقص والواحد ده والواحد ناقص ده ما بيضيرش دي حاجة ثابتة في القانون واحد يقول لي طب الواحد ده جيم نين ما احنا قلنا يا جماعة ان انا بطلع من القوس ده القيمة الحالية لجنيه واحد مش اتنين او تلاتة او اربعة او اكتر فعشان كده الواحد ده ثابت واحد ناقص عين عالمية في المدة عندي بايه فوق يا جماعة المدة عندي بالشهور يبقى شين على اتناشة دايما انا مكتب قانون قبل ما عوض فيه اسأل نفسي سؤال هو انا القانون ده عايز احسب منه ايه بالزبط القانون ده يا جماعة عايزين نحسب منه القيمة الحالية القيمة الحالية هي اللي مطلوبة يبقى اذا هتني نازل بحرف الح لحد ما خلص المسألة بتاعتي هنزل اقول ح بتساوي ايه اللي قابلني سين سين بكم فوق سين بخمس تلاف افتح قوس واحد ناقص المعدة عندي اتناشر على كام على مية في المدة بالشهور كان فوق المدة بالشهور اتنين على اتناشر هنزل بالحوه تاني زي ما هي خمسة الاف هخلص القوس ده بقوا يا جماعة ازاي هخلص القوس ده اقول واحد ناقص الواحد دي احنا قلنا قيمة اسمية للجنيه الواحد هقول اتناشر في اتنين على مية على اتناشر هيطلع معايا اتنين من مية الاثنين من مية دي هسميها ايه يا جماعة هسميها الخصم التجاري للجنيه الواحد والواحد دي اسمها القيمة الاسمية للجنيه الواحد لما اترحهم من بعض هيديني 98 من 100 98 من 100 دي اسمها ايه بقى؟ القيمة الحالية للجنيه الواحد لما اروح اضربها في 5000 هتديني القيمة الحالية لل5000 جنيه طب لما اضرب انا 5000 في 98 من 100 هلاقي الناتج طلع معايا 4900 جنيه لو افتكرنا المثال اللي فات ابنائي وبناتي الطلبة لو افتكرنا المثال اللي فات هنلاقي نفس الارقام نفس المعطيات بس احنا عشان نوصل لل 4900 جنيه الاول رحنا عوضنا في قانون الخصم التجاري وبعد كده رحنا عوضنا في قانون القيمة الحالية اللي وسيلنا الصاد هل انا هنا عملت كده؟ لا انا ما عملتش كده انا رحت على قانون ايجاد القيمة الحالية بطريقة مباشرة قانون القيمة الحالية عندي اللي هو المباشر حابة ساوي سين افتح قوس واحد ناقص عين على 100 في 20 على 12 طبعا لو عندي المدة بالايام اقول ايها على 360 وقالنا الواحد دي ما بتتغيرش من قانون لقانون او من مسألة المسألة لان انا هنا بحسب القيمة الحالية لواحد جنيه فالواحد ما بتضيرش يبقى الجزء الخاص بعين على 100 في 20 على 12 ده بيديني الخصم لواحد جنيه لما اطرحوا من الواحد يديني القيمة الحالية لواحد جنيه اضربها في 5000 يديني القيمة الحالية لل5000 جنيه يبقى هو نفس المثال السابق هو نفس المثال اللي معاي بس هناك وصلت للقيمة الحالية باستخدام قانونين اتنين هنا وصلت للقيمة الحالية باستخدام قانون القيمة الحالية المباشر واتفقنا يا جماعة ان القانون ده مهم جدا هنحتاجه بعدين فلازم بكون عارفينه وعارفين ازاي نتعامل معاه تعالوا نروح على المثال اللي بعد كده نشوف المثال فيه ايه لخصه مع بعض نشوف ايه المعطيات وايه المطلوب والمطلوب ازاي بحسبه السؤال التالت بيقول لي كيمبيالة قيمتها الاسمية يبقى القيمة الاسمية عندي 5400 جنيه تستحق الدفع يبقى المفهود الراجل المعادل المفهود يدفع فيه الدين اللي عليه اللي هو قيمة الكمبيالة المفهود يدفعها في 13 يونيو 2020 يبقى أن التاريخ ده هو يا جماعة اسمه تاريخ الاستحقاق طيب هل الراجل صاحب الكمبيالة انتظر لحد ما ييجي 13 يونيو ويبدأ يطالب المدين بقيمة الكمبيالة لا ما عملش كده هو تعرض لضائقة مالية واحتاج فلوس فعشان كده خصم الكمبيالة دي يوم 25 مارس سنة 2020 يعني نفس السنة بمعدل خصم 12.5% سنويا برضو مطلوب مني أحسب قيمة الخصم التجاري وأحسب الخيمة الحالية هنروح نلخص مسألتنا بيقول لي القيمة الاسمية للكمبيالة طبعا القيمة الاسمية قلنا بن رمزله بالرمز السين 5400 جنيه تستحق الدفع في 13 يونيو قلنا التاريخ ده هو اسمه تاريخ الاستحقاق كام يا جماعة قلنا 13 يونيو سنة كام 2020 خصمت في يوم 25 مارس يبقى التاريخ ده هو أقول عليه تاريخ الخصم 25 مارس سنة 2020 بمعدل خصم قال للراجل المعدل 12 ونص في المية سنويا مطلوب مني مطلوب مني صاد ومطلوب مني حا هسأل أبنائي وبناتي الطلبة هل أنا عندي مدة موجودة في السؤال من عشان أحسب الخصم لابد من توفر ثلاث عوامل اتفقنا عليهم حد من أبنائنا يقول لي إيه هم الثلاث عوامل برافو عليه القيمة الإسمية المعدل مدة الخصم طيب برضو هسأل أبنائي وبناتي الطلبة هل في مدة موجودة في السؤال أنا سامع بنتي من بناتنا بتقول لي إني مش مديني مدة بس مديني تاريخين من التاريخين دول هطلع المدة اللي أنا هحسب بيها الخصم طيب هنحسب المدة احنا الكلام ده تعلمناه الفص الدراسي الأول هحسب المدة من تاريخ الخصم اللي هو 25 مارس 2020 وحتى 13 يونيو سنة 2020 يبقى أنا دلوقتي هروح أعمل إيه يا جماعة هروح أحسب المدة والمدة من تاريخ الخصم لتاريخ الاستحقاق بسميها مدة الخصم مدة الخصم هحسب إزاي مدة الخصم قولنا هنبدأ من شهر مارس لحد شهر يونيو هنكتب الشهور زي ما تعلمنا في الفصل الدراسي الأول هقول مارس إبريل مايو يونيو يبقى احنا هنا بدأنا بشهر مارس إبريل مايو يونيو ها مارس ده بحسب له إيه يا جماعة مارس بحسب له حاجة اسمها باخي الشهر أو المتبقي من الشهر مارس كله كم يوم مارس كله واحد مارس كله واحد وثلاثين يوم فات منه كان فوق خمسة وعشرين يبقى بقي كام بقي ستة أيام طيب يونيو فات منه كام فات منه 13 يبقى دي 13 إبريل بعمل فيه يا جماعة بكتبه زي ما كلنا حافظينه كلنا عارفين إن إبريل 30 يوم مايو طول عمرنا عارفين إن مايو 31 يوم هجمع الأيام دي مع بعضيها 6 7 13 4 3 7 1 8 يبقى إذن المدة كام 80 يوم يبقى الجديد اللي عندي كانش يجايب لي مدة جاهزة الراجل كان جايب لي تاريخين تاريخ خصم وتاريخ استحقاق وكان المفروض نروح نحسب المدة من تاريخ الخصم لتاريخ الاستحقاق عشان نقدر نحسب الخصم هنروح دلوقت نعوض في خانون الخصم اللواصات بتساوي سين في عين عالمية في المدة عندي بالإي يا جماعة بالسنوات ولا بالشهور ولا بالأيام أنا سامع ابني من أبنائنا بيقول المدة عندي 80 يوم يبقى هنكتب خانون المدة بالأيام أو رمز المدة بالأيام على 360 كتبنا الخانون قلنا بعد ما بكتب الخانون لما بنيجي نعوض لازم أسأل نفسي سؤال إيه اللي أنا عايز أحسبه من الخانون بتاعي أنا عايز أحسب الخصم وأحسب الخيمة الحالية يبقى هنا هقول صاد بتساوي سين عندي بكام سين عندي بخمس تلاف وربعمائة جنيه في المعدل عندي كام المعدل عندي اتناشر ونص على مية في يه عندي بكام يا جماعة طلعناها بتمانين آه تمانين على كام على تلتمية وستين هروح بالألة الحاسبة بتاعتي هضرب خمس تلاف وربعمائة في اتناشر ونص في ثمانين على كام على ستة وتلاتين الف هلاقي الخصم طلع معايا مية وخمسين جنيه طب الكنبيالة اللي معايا قيمتها الاسمية خمس تلاف وربعمائة جنيه الراجل هيتخصم له مية وخمسين جنيه يبقى الباقي كام هنروح دلوقتي نحسب الخيمة الحالية هنقول ح بتساوي سين ناقص صاد سين عندي بكام فوق سين عندي بخمس تلاف وربعمائة جنيه ناقص صاد احنا حسبناها بكام بمية وخمسين يبقى الراجل هياخد كام يا جماعة الراجل هياخد خمس تلاف 250 جنيه يبقى ابنائي وبنات الطلبة المثال اللي معنا كان في كان مديني قيمة اسمية كان مديني تاريخ خصم كان مديني تاريخ استحقاق وكان مديني معدل خصم وبيقول من فضلك احسب الخصم واحسب القيمة الحالية الجديد اللي في المسألة انه هو ما كانش مديني مدة الخصم جاهزة كان مديني تاريخين عشان طلع منهم الخصم رحت حسبت مدة الخصم من تاريخ الخصم وحتى تاريخ الاستحقاق طلعت معايا المدة 80 يوم اصبح دلوقتي عندي التلات عوامل اللي هو القيمة الاسمية اللي هي 5400 جنيه والمدة اللي انا طلعتها اللي هي 80 يوم والمعدل اللي هو 12.5% رحت عوضت في قانون الخصم اللي هو سين في عين عالمية في يه على 360 طلع معايا الخصم 150 جنيه طرحت الخصم من القيمة الاسمية اللي هو حاب الساوي سين نقص صاد 5400 نقص 150 طلع ان الراجل المبلغ اللي هو هيستلم ويروح بيه بيته 5250 جنيه خلينا نروح على المثال اللي بعديه نقرأ مع بعض نلخصه نشوف ايه المعطيات وايه المطلوب والمطلوب ده احنا هنحسبه ازاي المثال بيقول لي كمبيالة قيمتها الاسمية 6000 جنيه يبقى القيمة الاسمية للكمبيالة 6000 جنيه حررت بتاريخ في عندي تاريخ ليه اسم جديد اهو بيقول لي حررت بتاريخ لما يقول لي حررت بتاريخ يبقى التاريخ ده اسمه تاريخ تحرير الكمبيالة او تاريخ التحرير تاريخ التحرير عندي 18 مارس سنة 2019 الكنبيالة دي تستحق الدفع بعد كام؟ بعد 8 شهور يبقى المفروض الراجل اللي هو صاحب الكنبيالة ما يطالبش بيها الشخص المدين إلا بعد مرور 8 شهور من تاريخ تحريرها الكنبيالة دي الراجل ما انتظرش راح خصمها يوم 10 أغسطس من نفس العام بمعدل خصم تجاري 12% سنويا برضو مطلوب يا جماعة ان انا احسب الخصم التجاري واحسب القيمة الايه الحالية هنروح نلخص مسألتنا كمبيالة قيمتها الاسمية 6000 جنيه يبقى هنا هقول سين 6000 جنيه حررت قلنا حررت يبقى التاريخ ده واسمه تاريخ التحرير تاريخ التحرير كام 18 مارس 2019 تستحق الدفع بعد 8 شهور يبقى ده هقول عليها مدة الورقة الورقة اللي هي ممكن تكون كمبيالة او سند اذني يبقى مدة الورقة كام 8 شهور خصمة يوم لما بيقول لي حررت قلنا ده اسمه تاريخ تحرير هنا بيقول لي خصمة يبقى التاريخ ده هو اسمه تاريخ الخصم تاريخ الخصم تاريخ الخصم عندي كام يا جماعة تاريخ الخصم عندي 10 اغسطس من نفس العام بمعدل خصم تجاري المعدل عندي 12% سنويا ايه المطلوب هو نفس المطلوب اللي احنا بنتدرب عليه النهاردة مطلوب مني احسب قيمة الخصم ومطلوب مني احسب القيمة الحالية تعالوا مع بعض نرسم رسمة صغيرة كده عشان نفهم الخصة فيها ايه بالزبط هرسم رسمة صغيرة كده اخد خط هكتب هنا تاريخ التحرير هكتب هنا تاريخ الخصم هكتب هنا تاريخ الاستحقاق تاريخ الخصم عندي تاريخ التحرير عندي كام يا جماعة 18 مارس 2019 قال لك الايه الكنبيالة ده هي تستحق بعد 8 شهور يعني المدة دي كلها كده 8 شهور وال8 شهور قلنا اسمها ايه يا جماعة اسمها مدة الورقة لما المدة دي كلها كده 8 شهور يبقى انا المفروض ان انا هجمع 8 شهور على تاريخ التحرير اللي هو 18 مارس 2019 عشان اقدر انا اقدر اوصل لتاريخ الايه الاستحقاق لما اجمع 8 شهور يا جماعة على مارس مارس ده اللي هو شهر 3 هلاقي عندي تاريخ الاستحقاق كام 18 طبعا انا مش عايز اكتب رقم انا عايز اكتب كلمة زي هنا شهر 11 احنا كلنا عارفين ان هو نوفمبر سنة كام سنة 2019 يبقى انا عملت ايه دلوقتي يا شباب جمعت مدة الورقة على تاريخ التحرير عشان اقدر اوصل لتاريخ الايه الاستحقاق واحد يقول لي طب طب ليه انت بتعمل كده اقول له لا انا عندي تاريخ الخصم 10 اغسطس من نفس العام طبعا 2019 المفروض ان انا عشان احسب الخصم لابد احسب مدة الخصم طب مدة الخصم دي هي المدة المحصورة بين ايه يا جماعة بين تاريخ الخصم محصورة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق يبقى اذا المسافة اللي انا طقنتها ديا بقول عليها مدة الخصم يبقى انا عملت ايه يا جماعة تاني الراجل مديني تاريخ تحرير مديني مدة الورقة مش مديني تاريخ استحقاق بس مديني تاريخ خاص فانا عملت ايه جماعة مدة الورقة على تاريخ التحرير عشان اوصل لتاريخ الاستحقاق عشان انا لازم اطلع مدة الخصم ومدة الخصم ده هي المدة المحصورة بين تاريخ الخصم وتاريخ الايه الاستحقاق يبقى انا دلوقتي هروح اعمل ايه بقى هروح احسب المدة المحصورة بين 10 اغسطس وحتى 18 نوفمبر من نفس الايه العام تعالوا نروح كده هقول مدة الخصم بتساوي اغسطس طبعا هبدأ من اغسطس وحتى ايه نوفمبر هقول اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر اغسطس بحسب له حاجة طبعا الكلام ده احنا درسناه في الفصل الدراسي الاول اغسطس بحسب له حاجة اسمها باقي الشهر او المتبق من الشهر اغسطس هنا فات منه كم يوم فات منه عشرة اغسطس طول عمرنا عارفين ان الشهر بالكامل 31 ناقص عشرة يبقى ايزا عندي كام 21 يوم نوفمبر فات منه كم يوم فات منه 18 بكتب الثانتاشر زي ما هي وبكتب الشهور اللي في النص سبتمبر طول عمرنا عارفين انه هو 31 يوم هجمع الارقام دي مع بعضها 1-2-8-0-3-3-6-3-9-1-10 يبقى ايزا انا عندي مدة الخصم كام يا جماعة مدة الخصم 100 يوم انا حسبت مدة الخصم اصبع عندي الخيمة الاسمية 6000 وعندي مدة الخصم 100 يوم وعندي المعدل 12% هروح دلوقتي احسب الخصم بس قبل ما اروح احسب الخصم والقيمة الحالية عايزين نقف مع بعض واقفة صغيرة عند التواريخ اللي احنا اتعرضنا لها من شوية ابنائي وبناتي الطلبة نركز بس مع بعض شوية انا عندي عشان اوصل لتاريخ الاستحقاق جمعت مدة الورقة على تاريخ الايه التحرير يبقى ازا فيه اول معلومة هنطلع بيها ان تاريخ الاستحقاق بيساوي تاريخ التحرير زائد مدة الايه الورقة معلومة تانية عايزين نعرفها ان مدة الورقة هي المدة المحصورة بين تاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق الحاجات دي لازم نكون عارفينها كويس لان فيه امتحانات بيجي فيها اسئلة نظري فيجي اسألك يقول لك تاريخ الاستحقاق بيساوي تاريخ التحرير زائد ايه هتلاقي اه انا سمع ابن من ابنائنا الطلبة بيقول لي تاريخ الاستحقاق بيساوي تاريخ التحرير زائد مدة الورقة طيب ممكن يجي يقول لك ايه ممكن يجي يقول لك مدة الورقة التجارية او مدة الكنبيالة بتنحصر بين تاريخ ايه وتاريخ ايه اقول له تاريخ التحرير وتاريخ الايه الاستحقاق حاجة تانية ممكن يجي يسألني يقول لي مدة الخصم هي المدة المحصورة بين تاريخ الخصم وايه تاني وتاريخ ايه تاني اقول له مدة الخصم هي المدة المحصورة بين تاريخ الخصم وتاريخ الايه الاستحقاق طيب معلومة تانية برضو لازم نكون عارفينها لازم نكون عارفين ان تاريخ التحرير بيسبق تاريخ الاستحقاق ولازم نكون عارفين ان تاريخ الخصم بيصبق تاريخ الاستحقاق يبقى سواء تاريخ التحرير او تاريخ الخصم الاتنين بيصبقوا تاريخ الايه الاستحقاق طالما الاتنين دول بيصبقوا تاريخ الاستحقاق يبقى اذا تاريخ الخصم بيلي كلمة يلي يعني معناها بيجي بعد يبقى تاريخ الخصم يلي تاريخ التحرير تاريخ الاستحقاق يالي تاريخ التحرير ويالي تاريخ الخصم يبقى تاني بقى انا هسأل وابنائها هيرد علي مدة الورقة التجارية تنحصر بين تاريخ التحرير وتاريخ نقط هيقول لي وتاريخ الاستحقاق تمام الله ينور عليك مدة الخصم تنحصر بين تاريخ الخصم وتاريخ نقط وتاريخ الاستحقاق تمام طيب لو أنا جماعت مدة الخصمة على تاريخ التحرير هديني إيه هديني تاريخ الاستحقاق طيب فيه سؤال عايزة أسأله لأنه برضو فيه في آخر الحلقة فيه أسئلة نظري هنتعرض للكلام ده المدة المحصورة بين تاريخ التحرير وتاريخ الخصم اللي هو الجزء ده اسمه إيه ما لهاش اسم عندنا في الرياضة المالية أنا عندي مدة ورقة بتنحصر بين التحرير والاستحقاق عندي مدة الخصم بتنحصر بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق دي المدة اللي هي إيه اللي احنا بنتعامل معاه طيب أنا دلوقتي أصبح عندي قيمة اسمية عندي مدة مية يوم وعندي معدل 12% هروح أحسب الخصم وأحسب الخيمة الإيه الحالية هكتب قانون الخصم حد من أبنائنا يقول لي قانون الخصم إيه تمام صاد بتساوي سين في عين على مية في المدة عندي اللي حسبناها لو تفتكروا مية يوم يبقى قول في يه على 360 إيه المطلوب مني في القانون ده جماعة مطلوب إن أنا أروح أحسب صاد يبقى أنا هكتب صاد زي ما هي هتساوي سين عندي لو تفتكروا ب 6000 جنيه المعدل عندي 12 على مية في المدة عندي حسبناها كام برافو عليه مية يبقى مية على كام على 360 هقول صاد بتساوي هروح بالقالة الحسبة هضرب 6000 في 12 في 100 على كام على 36000 هيتطلع معي الخصم 200 جنيه تمام أنا حسبة الخصم عندي 5800 جنيه يبقى أبنائي وبناتي الطلبة بعد ما طلعنا مدة الخصم طبعا احنا الأول جمعنا مدة الورقة على تاريخ التحرير رحنا حسبنا تاريخ الاستحقاق ليه عملنا كده لأننا هحسب مدة الخصم ومدة الخصم دي بتنحصر بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق طلعنا المدة 100 يوم دلوقتي رحنا عوضنا في قانون الخصم صاد بتساوي سين في عين عالمية وعشان المدة عندي بالأيام قلنا فييها على كام على 360 ضربنا 6000 في 12 عالمية اللي هو المعدل في 100 على 360 طلع الخصم عندي 200 جنيه طبعا الراجل عشان خصم الكنبيالة قبل ما وعد استحقاقها ب100 يوم مش هياخد القيمة اللي مكتوبة على الكنبيالة اللي هي القيمة الاسمية اللي هي 6000 جنيه الراجل هيخصم من 6000 جنيه 200 فعشان كده هيروح بقيمة حالية قيمتها كام يا جماعة 5800 جنيه جات منين الـ 5800 جنيه طرحنا سين ناقصات يعني طرحنا 6000 ناقص 200 طلعت معانا 5800 جنيه هنروح على السؤال اللي بعديه نشوف السؤال بيقول ايه وازاي هنحسب المطلوب السؤال الخامس بيقول ايه خصم تاجر الاوراق التجارية لدى احد البنوك يبقى احنا هنا بقى مش بنتعامل مع ورقة واحدة احنا بنتعامل مع 3 اوراق ايه هما التلات اوراق كمبيالة قيمتها الاسمية 6000 جنيه تستحق بعد 120 يوم يبقى اول ورقة عبارة عن كمبيالة قيمتها الاسمية 6000 جنيه تستحق بعد 120 يوم الورقة التانية كمبيالة قيمتها الاسمية 4000 جنيه تستحق بعد 8 شهور الورقة التالت عبارة عن سند ازني السند ده هو خيمته الاسمية 3000 جنيه يستحق الدفع بعد كام يا جماعة بعد سنة أنا عندي طبعا ثلاث أوراق تجارية كده احسب القيمة الحالية لهذه الأوراق علما بأن معدل الخصم كام 15% سنويا يبقى إذن يا جماعة إيه الجديد عندي في المثال اللي قدامي الجديد اللي عندي إن أنا هنا معايا ثلاث أوراق تجارية معايا تنين كنبيالة ومعايا سند إذني لما نجي نبص على الثلاث أوراق هنلاقي كل ورقة طبعا هو المعدل مشترك بينهم اللي هو 15% سنويا ولكن كل ورقة لها مدة من نوع غير الأوراق التانية يعني الورقة الأولانية المدة فيها 120 يوم يعني المدة بالأيام الورقة التانية المدة 8 شهور يبقى هنا المدة بالشهور الورقة التالتة المدة بالسنوات مدتها سنة واحدة مطلوب مني أحسب الخصم للتلات أوراق واشوف الراجل بدل ما هيروح بالقيم الإسمية دي إيه المبلغ اللي هيحطه في جيبه ويروح به من عندي قيم إسمية 6000 و400 و300 يبقى دي 13 ألف هل هو هيروح ب13 ألف ولا هيروح بأقل طبعا هيروح بأقل لأن كل ورقة من الأوراق دي هنحسب لها خصم تجاري لوحدها تعالوا نشوف هنتعامل إزاي مع المسألة دي أنا دلوقتي عملت جدول عشان يبقى الموضوع بسيط ويسهل فهمه الجدول ده عبارة عن إيه الخنة الأولانية ده هاي هكتب فيها سين يعني الخنة دي خاصة بالقيم الإيه الإسمية الخنة التانية خاصة بعين عين اللي هو المعدل اللي هو الخمستاشر في المية الخنة اللي بعديها لا هقدر أقول نون ولا هقدر أقول شين ولا هقدر أقول يه ليه يا شباب عايز أسمح حد من الشباب برافو عليك واحد من أبنائنا الطلبة بيقول لي لأن هنا المدد مختلفة مش كلها شين ولا كلها يه ولا كلها نون فأنا هكتب هنا المد الخنة الأخيرة دي يا جماعة هخصصها لإيه هكتب هنا صاد يبقى احنا عملنا الخنات اللي معانا طب الخنة الأولانية دي انت ليه سبتها فاضية قلتلك بقى هكتب فيها إيه بقى هكتب فيها الدين الأول الثاني الثالث يعني السطر ده خاص بالإيه الكنبيالة الأولى أو الدين الأول السطر ده خاص بالدين التاني السطر ده خاص بالدين الإيه التالي تعالوا كده نعوض في الكلام ده طبعا أنا لما حطت هنا القيمة الاسمية والحاجات دي مضروبة ببعض عشان أطلع صاد القيمة الاسمية للكنبيالة الأولى كام القيمة الاسمية لما قرنا مع بعض كانت ستة آلاف جنيه المعدل مشترك يا جماعة للتلات ديون المعدل خمستاشر في المية يعني خمستاشر من مية المدة بتاع الدين الأول كام مية وعشرين مية وعشرين ايه سنة ولا شهر ولا يوم لا ده مية وعشرين يوم عشان كده هنقسم على كام يا جماعة على تلتمية وكام وستين لما روح بالقالة الحاسبة أضرب ستة آلاف في خمستاشر من مية في مية وعشرين على تلتمية وستين هيطلع معايا الناتج تلتمية جنيه يبقى تلتمية جنيه دي عبارة عن ايه يا جماعة عبارة عن الخصم للكمبيالة الأولى أو الدين الأول طب حسب ناس زي ما هو ده اللي احنا كنا بنعمله من شوية كنا بنضرب القيمة الإسمية في المعدل في المدة وعشان عندي هنا المدة بالأيام أسمنا على كام على تلتمية وستين اللي عملنا مع الدين الأول هنعمله مع الدين التاني هنعمله مع الدين التالت تعالوا نكتب الدين التاني بلون مختلف عشان الموضوع يبقى أوضح الدين التاني قيمته كام قيمته موجودة في المثال معانا 4000 جنيه هكتب هنا كام يا شباب 4000 جنيه برافو عليك المعدل كام يا شباب هنا تمام ابن من أبنائنا بيقول لنا ان المعدل مشترك مش هيتغير يبقى 15 من 100 ها هكتب كام هنا يا شباب هنروح على المثال بتاعي هلاقي ان الكنبيالة التانية المدة فيها 8 شهور يبقى انا هكتب هنا 8 طب هاسم على كام يا شباب هاسم على 12 برافو عليك ليه على 12 لان المدة هنا بالشهور آه يبقى النتج هيطلع معايا هنا 400 تمام السؤال الكنبيالة السند التالت ها هكتب كام هكتب 3000 جنيه يبقى هنا 3000 ها المعدل كام يا شباب نفس المعدل معه مشترك لكله المدة الاخيرة كام سنة طبعا انا هنا ما بقسمش على حاجة لان المدة بالسنوات 400 وكم وخمسين ما تيجو نجمع خانة سن 6 و 14 و 13 13000 الرقم ده هسميه يا جماعة مش ده سن وجمعناه هقول مج سن تمام الخانة دي اسمها ايه صاد ما تيجو نجمعها 3 و 400 700 و 450 يبقى 1150 جنيه طب مش ديه صاد وجمعناها اه طب انا هكتب هنا ايه هكتب مج صاد عايزين يا جماعة نروح نحسب القيمة الحالية هناك القيمة الحالية قلنا القيمة الحالية بحسبها ازاي ها بتساوي سين ماء الصاد مش احنا متعودين على كده اه طب انا عندي سين واحدة ولا مج سين مج سين ازود هنا مج ها انا عندي هنا صاد واحدة ولا مج صاد اقول هنا مج صاد هتساوي مج سين مجموعهم بكام ب13000 ناقص مج سين مجموعها كام 1150 اه لما اروح اطرح بقى بالقلة الحسبة الجميلة هلاقي الناتج طلع معايا كام هلاقي الناتج طلع معايا 11850 جنيه ابنائي وبناتي الطلبة ايه الجديد اللي في السؤال اللي معانا الجديد اللي في السؤال اللي معانا ان انا كان عندي كمبيالتين وسند اذني كل كمبيالة لها قيمة اسمية او كل ورقة فيهم لها قيمة اسمية مختلفة المعدل مشترك 15% وكل دين لمدة بتختلف في النوع يعني فيه دين المدة فيه بالأيام فيه دين المدة فيه بالشهور فيه دين المدة فيه بالسنوات فعشان كده اتعملنا مع المثال بالطريقة اللي احنا شفناها وطلعنا مجسين وطلعنا مجسات وطرحناهم من بعض طلع معي القيمة الحالية لورقة واحدة ولا لتلات ورقات لا القيمة الحالية للتلات أوراق هنروح على آخر حاجة معنا سؤال نظري عشان نشوف إحنا كده استوعبنا الأمور ولا لأ السؤال ده سؤال نظري بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة من بين الأخواس أول نقطة بتقول لي الخصم التجاري هو فايدة للقيمة الحالية ولا الإسمية يعني معنى أن الخصم التجاري بحسبه على أساس القيمة الحالية ولا الإسمية مين هيجاوب برافو عليك ابني من أبنائنا بيقول بنحسبه على القيمة الإسمية يبقى هنختار القيمة الإسمية النقطة اللي بعديه بتقول مدة الكنبيالة الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية مدة الكنبيالة تنحصر بين تاريخ التحرير وتاريخ ايه الاستحقاق ولا الخصم مدة الكنبيالة تنحصر بين تاريخ التحرير وتاريخ الايه يا جماعة الاستحقاق اللي هو الخط الطويل اللي احنا رسمناه من شوية رقم ثلاثة بيقول للمدة المحصورة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق تسمى مدة ايه يا جماعة مدة الإداع ولا مدة الخصم انا سامع بنت من بناتنا بتقول مدة الخصم لاني موضوع الايداع ده كان في الايه في الترمي الاولاني النقطة رقم اربعة القيمة الحالية اكبر ولا اقل من القيمة الاسمية احنا ما جينا نحسب القيمة الحالية جماعة كنا بنطرح القيمة الاسمية ناقص كنا بنقول سين ناقص صاد يبقى ازا طبعا القيمة الحالية اقل من القيمة الاسمية تاريخ الاستحقاق يسبق ولا يالي تاريخ الخصم احنا قلنا تاريخ الاستحقاق ده اخر حاجة على ايد الشمال فعشان كده تاريخ الاستحقاق يالي تاريخ التحرير ويالي تاريخ الخصم النقطة رقم 6 تخصم الاوراق التجارية قبل ولا بعد موعد استحقاقها تخصم الورقة التجارية طبعا قبل موعد استحققها النقطة اللي بعديها رقم سبعة المدة المحصورة بين تاريخ التحرير وتاريخ الخصم هي عبارة عن مدة خصم ولا مدة الورقة التجارية ولا لا شيء نفتكر مع بعض الجزء أو المسافة اللي على الخط اللي أنا رسمته اللي هي المدة بين تاريخ التحرير وتاريخ الخصم ما لهاش اسم عندنا في الرياضة يبقى نختار لا شيء رقم تمانية تاريخ التحرير يسبق ولا يالي تاريخ الخصم تاريخ التحرير يسبق تاريخ الخصم طبعا الصفحة اللي جاية هي إجابة السؤال اللي احنا تكلمنا فيه الخصم التجاري هو فايدة القيمة الإسمية مدة الكنبياء لتنحصر بين تاريخ التحرير مدة الكنبيالة تنحصر بين تاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق المدة المحصورة بين تاريخ الخصم والاستحقاق تسمى مدة الخصم القيمة الحالية أقل من القيمة الإسمية القيمة الحالية ناتج طرح القيمة الإسمية والخصم التجاري تاريخ الاستحقاق يلي تاريخ الخصم المدة بين تاريخ التحرير وتاريخ الخصم ملهاش اسم عشان كده اخترنا لشيء تاريخ التحرير يسبق تاريخ الخصم بكده أبناء وبناتنا للطلبة طبعا النهاردة إيه اللي خدناه تعلمنا عرفنا يعني إيه خصم ديون خصم ديون يعني معناه سداد دين قبل موعد استحقاقه قلنا الخصم هو فايدة بتخصم من القيمة الإسمية للدين مقابل سداد الدين قبل موعد استحقاقه والخصم التجاري دايما بنحسبه على أساس القيمة الإسمية النهاردة كان كل موضوعنا إزاي نحسب الخصم والقيمة الحالية كان في عندي مسائل فيها مدة جاهزة كان في عندي مسألة فيها تاريخ خصم وتاريخ استحقاق عشان كده أول حاجة رحت حسبت مدة الخصم بعدها كان مديني تاريخ تحرير ومدة ورقة وتاريخ خصم عشان كده رحت حسبت تاريخ الاستحقاق وبعدين حسبت المدة المحصورة بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق بعدها رحت حسبت الخصم والقيمة الحالية السؤال اللي بعده كان مديني ثلاث أوراق طبعا عملنا الجدول اللي حضراتكم شفتوه ورحنا حسبنا مجسين وحسبنا مجسات وطرحناهم من بعض عشان أطلع القيمة الحالية ونهينا الموضوع بتاعنا بسؤال نظري والحاجات النظري دي بتيجي في الامتحانات يا جماعة أنا شفت امتحانات من تعتبر من جميع محافظات مصر وطبعا من الامتحانات بنقدر نعرف ايه الحاجات اللي بتيجي فعشان كده لازم نكون عارفين الكلام ده كويس وبكده نكون وصلنا لهاية حلقة اليوم أشكركم على حسن المتابعة وأشوفكم على خير الحلقة القادمة مع تحياتي وتحيات أسرة البرنامج كان معكم جمال عبدالله زايد التعليم الفني التجاري ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة